السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير ليوم الجمعة الموافقة الثلاثون من أغسطس من العام الفين واربعة وعشرون إذن أخواني لعزاء نشاهد الذهب وعلى المدى القصير وعلى فريم الخمسطعش دقيقة تحديدا يحاول أن يستعيد السيطرة على الزخم الإيجابي الصاعد وإذا نجحت الأسعار بالثبات أعلى مستوى الالفين وخمسمائة وخمسطعش دولار وتخطي المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم باختراق مكتمل الشروط والأركان على فريم الخمسطعش دقيقة سوف نشاهد المدى الصاعد يعود مجددا ويستهدف مستويات الفين وخمسمائة وثلاثون دولار وقد نشاهد الفين وخمسمائة وخمسون دولار على المدى القصير أما على المدى المتوسط قد نشاهد تدريجيا الصعود صوب مستوى الالفين وستمائة دولار مقابل الأنصة الواحدة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد للذهب إلا بفشل اختراق مستوى الالفين وخمسمائة وخمسطعش دولار والحفاظ على المراكز الشرائية أعلى إذن أخواني العزاء نذكر أننا نترقب بيانات هامة جدا في تمام ساعة ثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو المؤشر المحبب إلى قلب الفيدرالي لقياس التضخم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وبإذن الله تعالى أخواني العزاء سوف نكون معكم في تغطية خاصة من خلال البث المباشر اليوم قبل صدور هذه البيانات وبعد صدورها لتحديث التحركات لأسعار الذهب بعد التأثر بهذه البيانات إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله